وانتي كنت معلق. في التعليق شكون.. شكون اللي يلوقنك؟ في ولادنا معنى هاتوينسا؟ انا نوفل نحبه برشا. نوفل باشي. بالرغم منه مش 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 مايخذ حظه كما يجب خاطر في تصور اينا. خاطر صاحبك؟ لا والله لا والله يقبل من ولي وصحاب. دايور انا قلت هالو من اول ما 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 تعرفنا. نوفل معنى نتذكروا من اللي في تونس. وتذكروا علق على الدربي الشهير بتاع بو كونغ. ووقت عملوه حتى في في الهواتف. اي جمهير نيد افريقي عملوه. صوتو خمت صوتو ساعة ماش موجودة في البلايس الكل يعني. واولا تعدى بتجربة اذاعية ثارية جدا. تعرف تعليق في الاذاعة اصعب برشا من التعليق في التالفزا. لانو باش تجمع بين الوصف والتعليق. لازمك توصف اللي مايشوفوش المستمع. وتزيد تعلق عليه باش تثري وتقدم الإضافة اللي يسمع فيك. تجربته نصورها حلوة برشا في البيان. بينا اوفو عيسام شكون تختار؟ لا عيسام. عيسام نحبو برشا عيسام. في تونس في المحليين. لاش كون تسمع في التعليق؟ فما شكون يا ربي سمعت اخر مرة. فما في الوطنية فل صغير سمعت والله من عرش جسم ترسم. جديد. ياس بن سالح حكا. يظهر لي جديد ما عندوش برشا ما علقش برشا. هو ذالي فما موجه برشا جدد. اي فما واحد صوت جديد سمعت وعندو خامة صوت جيدة. وما يتفلسفش بلغتنا احنا. معناها خطر تحب ولا تكره. تو الله يهديهم رؤوف وعيسام وغيرهم المعلقين العرب. بلي اثروا على الجيل جديد. والله ويقالدو فيه. والله ومعادش فما معلقين. فما مقالدين للمعلقين للأسف. هو سمعت لك الياس خاطر انا بدي اعجبني. عندو تخس وعندو شخصية. اما شنو يزمو يستحفظ ويخلي شخصية وميحاولش يتأثر بالنس الاخرى. بالنس بالمدرس الى القديمة مثلله. عبدالرحمال الدمش كيف لو لو م представляكم؟ توفيق والله يعنى يضون لي uni من الوضاة. وله بالحق ولله. والله في وقت من الوقات. وق Cities سبيل الموزيمين حتى قاعدين في جلسهorgt أصدقاء. قلت لهم كان جيت انا وقتها مدير بتاع الجزيرة الرياضية نهائي كاس العالم 2014 على صوتية اخرى نحط توفيق العبيد يا علخ. عليش؟ يعطيك جو اخر حاجة اخرى ستيل واحد اخر بتاع تعليق. مش تعليق معناه. مش مفوكيه يقول لذا ما موعلوك. لا عنده ضمار عنده شوية ضمار في تعليقه بالحق. عنده شوية ضمار في تعليقه. وانتي يسترجع توا شوف الفيديوهات نذكر حتى فهمه صفحات فيسبوكية خاصة قسلوا فيها بعض التعليقات. ربما هو ما يقصد هايش. لكن هنا في نظري انا احسن من صراخ بعض المعلقين. معنى على اقل هو كان يخرجك شوية من جو المباراة. زوجتك الزيرية تعالف عليها في قناة نظمة براموة بديع. مازالت في الميدان ما معتش؟ مازالت في منتجة في قناة الكيس هي معدد برامج. يعني وعندها برنامج يومي ثنتين ونصف. اللي هو برنامج محوري في برمجة قناة الكيس. وعندها تجربة ثرية هي قبليان دخلة ميدان الاعلام من بداية الالفينيات. كان عندهم برنامج صراحة راحة اللي هو برنامج كان ذاقع السيت اللي بعد اخذيو عليه في تونس وقلدو عليه وعملوا برنامج صراحة راحة. كانت تقدمو هي وعملت تجارب اخرى في التلفزيون الوطني الجزائري لانو ما اكتعرف دخلت في مرحلة لاحقة تقريبا في اخر موفة الفين وعشرة. ومنبعد خدمت معانا في نسمة وهي بالاساس زادة صحفية في الصحافة المكتوبة خدمت في برشة جرايد جزائرية. بعد اكتب المكتوب كيت عرفنا فيه في قناة نسمة اللي بش بش. انتي هزيت اللي هي نجدتك غادي. الوين. قطر. لا انا سبقت وهي خلتت عليها. واب. تو انا خليتها هي غادي ونجيد. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.